وبمناسبة العودة إلى المدارس وجه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم كلمة أكد فيها حرص الوزارة على تهيئة الأجواء الدراسية المشجعة لتسيير العملية التعليمية وذلك وفق أعلى المهاير بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة الزملاء الأفاضل الأخوة والأخوات أولياء الأمور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني في البداية أن أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدأ وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على دعمهم اللامحدود لمسيرة التربية والتعليم في بلدنا العزيز ومنحققه من إنجازات مشرفة في المسيرة التعليمية يأتي استكمالا لتاريخ مملكة البحرين العريق في المجال التعليمي وبمناسبة بدء العام الدراسي 2017-2018 يسعدني أن أتقدم إلى الجميع بأحر التهاني والتبركات راجيا من الله تعالى أن يكون عاما مباركا موفقا مكللا بالنجاح ومفعما بالأمل وأن يوفقنا لتحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية والتربوية ومواصلة الجهد التطويري الذي بدأناه بتضافر الجهود وتعاون منتسب الوزارة فمع بدء العام الدراسي الجديد تحرص الوزارة على تهيئة الأجواء الدراسية المشجعة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير ولقد وفرت الوزارة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم المتواصل الذي تجده من القيادة الحكيمة يحفظها الله المقاعد الدراسية لجميع الطلبة وخاصة الملتحقين الجدد بالتعليم الابتدائي والذين يتجاوز عددهم هذا العام عشرة ألاف طالب وطالبة بزيادة عدد المدارس لتصل إلى 211 مدرسة إضافة إلى إنشاء المزيد من المنشآت والمباني التعليمية ومختبرات العلوم والحاسوب بمختلف المدارس للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وصيانة 23 مدرسة صيانة شاملة وتوفير الصيانة الوقائية لجميع المدارس وتوزيع أكثر من أربعة ملايين نسخة من الكتب المدرسية وأدلة المعلمين والاستمرار في توفير المواصلات المجانية لأكثر من 37 ألف طالب وطالبة يوميا وزيادة عدد مدارس الدمج لترتفع إلى 77 مدرسة للبنين والبنات كما سوف يشهد العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى التعليمية في تنفيذ المشروعات التطويرية التي تأتي ضمنا بمبادرات وبرامج المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء حفظه الله باعتبار التعليم استثمرا في الإنسان وفي المستقبل حيث يطلع الزملاء التربويون في الميدان وفي مقدمتهم المعلمون بالدور الأساس في تنفيذ هذه المشروعات بجد واهتمام هذا فضلا عن الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس وتعميم الممارسات والتجارب التربوية الرائدة كما ستواصل الوزارة دعمها واهتمامها ومساندتها للتعليم الخاص بمختلف مراحل ومن ذلك تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع بيوت الخبرة واستكمال إجراءات إنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة وفتح برامج أكاديمية متطورة مجددا التهاني الحارة وأجمل الأمنيات بالتوفيق والنجاح راجيا من الله تعالى أن يكون هذا العام الدراسي الجديد عاما مباركا وكل عام والجميع بخير ترجمة نانسي قنقر